صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الوضوء وبوب له بقوله باب من تبرز على لبنتين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس كأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك وقد رآه بعض أصحابه فيقول لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه ارتقى على بيت ظهر بيت كأنه على ظهر بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر هذا البيت على السطح رأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين يعني يقضي حاجته وهو على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين البيوت فلم يكن بفلات وهذه طبعا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو على ظهر ذلك البيت لم يقصد النظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما يعني كان ذلك يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريه النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال فإنه لم يرى عورة النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه رآه من بعيد يقضي حاجته بين البيوت وهذا يدل الحديث السابق حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قضى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره فهذا في النهي هذا النهي العلماء قالوا يعني باتفاق العلماء أن الإنسان إذا كان في صحراء أو في مكان ليس معد فإنه يحرم للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها والحديث الذي رواه الإمام البخاري هنا يبين لنا أن الإنسان لو كان في مكان معد يعني مثل الحمامات أو في مكان بين البيوت وليس في فلات فإنه يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها وهذا عند جمهور العلماء منهم من قال بالتحريم أن التحريم مطلق عبدالله بن عمر قال في هذا الحديث أنه لا فقط في الفلات في غير الفلات يجوز وهذا رأي عبدالله بن عمر وهو رأيه المالكية والشافعية والحنابلة الأحناف قالوا لا حديث النبي عليه الصلاة والسلام السابق هو الذي يدلنا على التحريم فهو مطلق وأن هذا الحديث أن عبدالله بن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا نحن عندنا قول للرسول عليه الصلاة والسلام وفعل للرسول عليه الصلاة والسلام فمنقدم القول على الفعل لأن القول هو عام هو الحكم الذي يأخذ من الحديث أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون شيئا خاصا به ففي خصوصيه ولذلك الفقهاء بقولوا القول هو عام والفعل يخصص يعني يخصص ممكن يكون فقط للرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه يكون من خصائصه أو أن النبي عليه الصلاة والسلام حين فعل ذلك لم يجد خير هذه الطريقة المكان الذي قضى فيها حاجته لم يستطع أن يقضي حاجته إلا بهذه الصفة ولكن نحن طبعا ناخذ بقول عبد الله بن عمر وهو فقه الإمام البخاري لذلك أورده في هذا الباب حتى يبين أن هذا الأمر جائز إذا كان شيئا يسترك فلا بأس إذا كان الإنسان بين البيوت أو في مكان أعد فإذا كان الإنسان عنده مثلا المكان الذي يقضي فيه حاجة يستقبل أو يستدبر بيت المقدس أو القبلة فلا مانع من ذلك ولو الإنسان استطاع أن يستدير قليلا فهو الأولى خروجا من الخلاف ولكن لو فعل فلا مانع من ذلك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين